مرحبا بكم في قناة دينا شانيل اليوم غادي نحضر معاكم السلو على الطريقة ديالي كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير ومنتمنى انه هنا لإعجابكم وغادي نخليكم مع المقادير بالنسبة للمقادير عندي جوج معالق كبار ديال ينسون اي حبة حلاوة جوج معالق كبار ديال النافع جوج معالق كبار ديال القرفة مسكة حرة متقوقة مع شوية ديال السكر اربع ديال الكوكا ومحمر نص مطحون ونص مهرمش اربع ديال اللوز مسلوق ومقلي نص مطحون ونص الاخر قسمة الحبات الى نصفين اربع ديال زنجلان محمر نص مطحون ونص خليته هاكك كذلك ربع ديال دقيق ديال الشعير محمر ومغربل وربع ديال زيت زيتون وربع ديال العسل الحر كناخد قصعة كبيرة اللي غادي نخلط فيها جميع العناصر قدرت اول حاج الدقيق اللي فايتلي حمرته وغربلته وغادي نضيف ليه الزنجلان كذلك الكوكا واللوز بالنسبة اللوز انا فضلت انني نص تحنتو ونص قسمتو الى نصفين اللي بغا تحن كل شيء اولا نصي تحنو ونصي هرمشو لكم الاختيار كنضيف ايضا اليانسون والنافع والقرفة كذلك المسكة غادي نخلط العناصر كلها حتى كيندام جمع بعضياتهم اشتركوا في القناة من بعد ما خلط العناصر كلها الان كان ندير العسل الحر كما سبق ليا قلت لكم انا استعملت غير بعديا للعسل لان انا نحسب الكمية اللي عندي الآن غاد نبقى نضيف زيت الزيتون شوية شوية حتى انا ما بغيتش سلوء يجيني معجن بغيت يجيني مرمل لذلك غاد نبقى نضيف زيت الزيتون شوية شوية وما استعملت شربع كله يعني اتقلم قتلية ما واحد ميت ميلي اللي بقت اشتركوا في القناة 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 ها هو سلو موجود كانت مننا لاعجبكم ويلا اعجبكم الفيديو كانت مننا انكم تدعموني بالاعجاب والاشتراك وتفاقص جيوه مع الاحباب ديلكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة